المحور آداب الطريق اسم الدرس إشارة مرور المترجلين مرحبا أصدقاء الصغار هيا نتعرف على إشارة المرور الضوئية للمترجلين هل تعلمون يا أطفالي أنه يوجد إشارة مرور خاصة بالمترجلين؟ لا تستغربوا يوجد رجل في لوحة الإشارة عندما يضيء بالأحمر هذا يعني إنكم لا تستطيعون عبور الشارع والسيارات لا تتوقف عندما يضيء بالأخضر هذا يعني يمكنكم عبور الشارع والسيارات تتوقف ولكن يجب أن تبقوا على حذر وتنظروا يمينا ويسارا التمارين أولا أتمعنوا في الصور جيدا وأقرروا هل هذا سلوك سليم في عبور الطريق أم سلوك غير سليم؟ أحسنتم يا صغار إجابة رائعة سلوك المعلمة والتلاميذ في عبور الطريق هو سلوك سليم لأنهم انتظروا إضاءة الإشارة الخضراء سلوك الأطفال أيضا سليم لأنهم لم يقطعوا الطريقة وإشارة المرور تضيء باللون الأحمر ثانيا هل تحتوي إشارة المرور الخاصة بالمترجلين على رجل تفاحة فراشة رائع أحبتي الإجابة هي تحتوي إشارة المرور الخاصة بالمترجلين على رجل انشودت إشارة المرور انظر إلى الإشارة في لونها أمارة يعلو بها عمود كأنه منارة ألوانها تراها توضح العبارة هذا أحمر تراء يقول في جسارة هي يلتزم وقوفا لتمنع الخسارة والأسفر الكناري يلوح بالإنارة هيا بنستعد لنظهر الشطارة هذا أخضر بديع يقول يا أمارة إلى الأمام سيروا لتعبر الإشارة انظر إلى الإشارة في لونها أمارة اشتركوا في القناة